صباح الورد والفل والياسمين على اجمل متباهم في الدنيا النهاردة بقى يا ستة كلها هعملك اللامون المعصفر السريع في 3 يم بالزبط هتقدر تاكلي منه وهتدعيلي فعلا على الوصفة دي سهلة سريعة هتقدر تعمليها بمنتهى السهولة بس في بداية الفيديو كده هوريك بعض الفيديوات اللي احنا عملنا على القناة واسيب لكم اللينكات كلها في صندوق الوصف اللي مش عارف صندوق الوصف يا جماعة هتضغط على منوان مرة هزر الكلمة المزيد اللهم صلي وسلم وبرك على السيدنا محمد افضل خوطت معين السلام عليكم محترمي اليوتيوب لايك وشيري وصف 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 المميزة ونطلق على طول على الفيديو علشان في بعض الناس قالوا لي ما تطوليش المقدمة فانا بصراحة انا بحط في عيني الاعتبار اي حد يطلب مني حاجة بحاوله يعني ايه انا في سهاله بصراحة ويلا بينا على المأجد بتاعتنا فانا معي اثنين كيلو لمون يكون اصفر غسلتهم كويس قوي ومعي حلت مية بتغلي على النار وهابتأكده زي ما انت شايفين من غير مقطعه ولا اي حاجة خالص هابدأ احطه في المية اللي بتغلي طيب بقى يحصلت الكل هاتلي ودني كده واسمعها وقال لكي لو انت عايزة تاكلي منه بعد ثلاث يام يبقى احسبيه ويحسبيه في المية المغلية دي تلت ساعة طيب لو انت عايزة تاكليه بعد ثلاث يام يبقى احسبيه في المية المغلية دي تلت ساعة هتحس ان هو فتح معاك كده مش مشكلة لو انت عايزة تخزيني الرمضان او شهرين او ثلاثة او اربعة او عشرة زي ما انت حبه يبقى اول ما تصطيف المية على طول خمس ازاي او عشر دقايه ويبدأ يشيليه بسرعة وبرى ديه بمية ايه ساعة علشان ما يستويش بزيادة خلاص خلصنا المعلومة دي بعد ما مره عليه دلوقتي ان عايزة اكله بعد ثلاث يام بس فسبته كان تلت ساعة بده بداي تحس ان هو فتح معاك كده مفيش مشكلة ساعة الكل هبدأ اشيله دلوقتي مش هحطه في مية ساعة ولا اي حاجة خالص طبعا المية السلق دي يا جمع مش هنرميها وهو اللي هنعمل بهاي ونسيبه يبرد وبعد كده بعد ما يبرد هبدأ قطعه مش هنحشي ولا الكلام دي ساعة الكل خلاص هقطعه اربعة اربعة على فكرة ممكن تقطعي الواحدة بدل ما تقطعها اربعة ممكن تقطعها تمانية بس انا بصراحة الستن الثمانية دول هيبقى صغارين اوي يعني تبقى القطع تكتمسية كده مش هتعرفت اكلية فخليت كل واحدة اربعة يعني مش هتعدي بقى تحشي اللمونة ولا واقع الدماغ ولا الكلام ده خالص احنا في عصر السرعة يا ستة كل انا بقولك لو وصلت مقطع دير الطعطي لايك ولو ما شاركتيش هكون سيدة جدا بالشراكك وهكون اسعد لو بعدت لأي كومنت ان شاء الله يكون وردة حلوة زي كده او واجه مفتسم برضي زي كده يا ستة كل ويعني والله ما نعرف اقولكو على كومنتات والدعوات الحلوة اللي فعلا بتفتح نفسي للشغل ربنا يا رب دمكونا ما في حاجة اجمل واغل اخوات وما فيش كلام بعد كده ونرجع الفيديو بتاعنا في بعض الناس يا جماعة بيأخذوا اللمون ده يضربو في الكبه ضربة كده ينعمو شوية بس انا مش حبه الكلام ده يا جماعة خليها ربع تربع كويس قوي بعد ما اطعتهم كلهم كده معي اي تلاتة ربع قرون شطة حمرة ببدا قطعها كده علشان اما بطلعها عم في الطبق بيجي ببقى جنبو شطة حمرة كده حتى الشكل كده يفتح النفس وممكن تكلها كمان بتبقى تحفة على فكرة يا جماعة شطة الحمرة لو بتحرق وحطتشها في اللمون الحرقان بتاحها بيهدى يعني ما تقوليش اللي شطة الحمرة بتحرق قوي لا بتهدى في اللمون وهاخد نص كمية الشطة دي افرمها في الكبه انا عامها يعني يعني هاجب حوالي 2 كيلو لمون دول نص كيلو شطة هاخد نصهم وقطعهم كده والنص التاني هافرمه في الكبه انا بصراحة كان عندي في الفرزة المفرمة يعني مفرزها قرون كده فقد ايه اطل يعني فككتها كده وقطع واشلل العنق منها وقطعها شوية كده وشوية في الكبه شايفين موضوع سهل 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 يا جماعة تقدر يكبر التقطيع تصغر مفيش اي مشكلة خالص وبعد ما ضربتهم في الكبه ده كان شكلوه بالبزر بتاعهم بكل حاجة احطهم ده ابدأ احطهم على اللمون بتاعي في البرطمنات يا جماعة لازم تكون ناشفة مياه وتحطيش اللمون ببرطمنات يعني ايه مبلولة مياه ويفضل انت تحطيها في برطمنات ازاز احسن من البلاستيك لكن لو ما عنديكش اللم بلاستيك مفيش اي مشكلة خلص يستيك كل حطي في بلاستيك في الوقت ده انا معايا حبة بحبة البركة ومعايا عصفر كنا الاول بنحشي ونمسك اللمون ونحشيها كده لا فيش الكلام ده هنحط معلقتين حبة البركة ومعلقتين من العصفر على فكرة يا جماعة ممكن تقليل الزوجة براحتك خالص يعني ممكن تحطش معلقة عصفر واحدة ومعلقة تحبة البركة واحدة انا كنت حطيت معلقة حبة البركة في الاول ورجعت قلت لا انا عايز اتقل شوي فحطيتك من معلقة علشان انتو كلكوا عارفين فوايد حبة البركة يعني الفوايد بتاع حبة البركة ده يا جماعة لا تحصوا معايا ثلاث فصوص من التوم بيفرقوا جامد في طعم يا جماعة بيعملوا ريحة وبيحفظوا اللمون اكتر مدة اطول في الوقت ده انا معايا البرطمنات بتاعتي امعاقمها كويس وابدى احطوا اللمون فيها بس في معلومة احب اقولها لكي سيت الكل البرطمنات متملهاش لاخره على الاخر علشان انت لو ملاشيها على اخير هوجي نعبنها بالمية التخليل هتيجي بعد يومين تلاتة كده هتلاقي البرطمان بدأ ايه يصر من الغطا هتلاقي من كدر التفاعل بتاع اللمون بيصر من الغطا فلاسي تسيبي ايه نفس شوية في البرطمان متملهوش على اخره بس لازم برضو الدكية كويس ما تسيبيش حتة تفراغات فيه وبعد ما عبيت كل الكمية وهم تلات برطمنات يعني ينقول البرطمانين كده ونص على حسب حجم البرطمان انا هجيب من مية التخليل حوالي كباية ونص من مية التخليل يعقص دي مية السلق بتاع اللمون حتى يقول لي مية السلق هتبقى مرة هقولك ما تخافشي ستة الكل انا الوصفة دي بعملها من سنين ومجربها هتخدم مية السلق يكون بردت ماكونش سخن واخد معلقة كبيرة هرمية من الملح وابدأ ادوبها كده طيب انا مش بحب بحط ملح كتير يا جماعة في اللمون ليه علشان بعد يومين تلاتة كده بابد ايه اطلع اللمون وادوقها لو حسيت انها عايزة ملح بابدأ احط معلقة ملح وادوبها في البرطمان علشان انا مش عايز اللمون يحدق معي دي عايقين لو اللمون حدق معاك اوي يعني من الصعب ان انت تخلي دي لعتاني فا ايه الافضل ان انت تحطي ملح مش كتير وبعد ثلاث يام كده تبدأت دوء اللمون لو حسيت ان عايز ملح نضيف معلقة في قلب البرطمان وعجي قلبي زي ما انا بقلبي زي ما انت شايفة كده انا حططت معلقة هرمية وحطط معاك ك رباية ونص من مية تلسلق بتاع اللمون وما تخفيش ما حدش اقولك هتمرر لا مفيش الكلام ده وهنبدأ نحطه على الوش كده شوية زي ما تمليش برطمانات اوي لازم تنقصيها شوية وهتبدأي تحطيها على الرخامة حوالي ثلاث يام بعد الثلاث يام يفتحي يسته الكل وفي الزي وكلي كده ويدعيلي انسي نيش بيعاب دعلي وحلو جوم حوالي برطمانين ونص هتقفي اليوم بس على الرخامة حوالي ثلاث يام لو حاب تحفظهم في التلاجة ماشي مش في التلاجة برا التلاجة ماشي مش مشكله خالص يقعدوا مش اجرانهم اي حاجة خالص بس يحط كيس كده وقفلك كويس البرطمان بعد ممر عليهم ثلاث يام ده كان شكله طيب نشوف الجمال عامل ازاي وقدي استوى وانا فعلا والله باكل منه دلوقتي طعمه فوق الوصف فعلا فعلا تجربة هتدعيلي عليها وسهلة وسريعة شايفين الجمال طبعا يصور خير دليل يفضل ان انت تجيب لمون اصفر ما تجيبهش لمون اغضر يا جماعي يكون اصفر علشان مش يقمر معاك اول وعلشان طبعا يبقى شكله كده جميل زي ما انت شايفة كده حبيتها دقوا معاك وحبيتها ورغوا لكم واستنى من الكومنت لما تابلي يتلي رأيك فيه واسبكوا في رعاية له وامانه انتظروا ان شاء الله فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته